طيب إزاي كانوا الأباء الكدسين الأولينين لما كانوا بيتعرضوا لأي قضية لهوتية كانوا بيفكروا بمفهوم خلاصي ومش بمفهوم فلسفي في الحقيقة حكاية المفهوم الخلاصي السيد المسيح جاء مخصوص من السماء للأرض عشان يخلصته حتى دي بنقولها في قانون الإيمان وهنراها في تجسد الكلمة هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء إلى آخر فيجب ألا يغيب عن بالنا المفهوم الخلاصي يعني أنا إيه هدف التعليم في الكنيسة هو خلاص الناس ما ننساش أن السيد المسيح لما كلف التلميذ أن يعلمه الناس قال لهم كما أرسلني الآب أرسلكم أنا طب يا رب يسوع الآب أرسلك لأجل خلاص العالم فإذا هم انتشروا ليخلصوا العالم ودي ألها بولس الرسول ليخلص على كل حال قوما وقال لتلميذ وتمساويس لاحظ نفسك والتعليم لأنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك إذا الهدف هنا الخلاص ويقول معلمنا بطرس في رسالته نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس فأنا لو أعدت أعلم بفلسفة ومنطق وصلاحات ولغات وأجيب تعريفات وشغلنا كبيرة لكن عناية مش على خلاص الناس اللي بتسمعني يبقى أنا بتوهم عن رسالة المسيح ولحظي إن السيد المسيح كان يتكلم ببساطة شديدة جدا الحاجات اللي بتقلمني إن ممكن نقرأ الكتاب المقدس نفهمه لما نيجي نقرأ الشرحات اللي فيها فلسفة نلاقي الأمر اللي كان بسيط ومفهومة عقد أنا مش مفروض نكون كده في الكنيسة خالص مفروض أنا الحاجة الصعبة أسهلها مش الحاجة السهلة أعقدها عشان كده كانوا الفلسفة بيقولوا كلام يشتت الناس ويبرجلهم بينما أبقنا القدسين كانوا يقولوا كلام يخلص الناس ودي لازم ننتبه لها كلنا أنا وإخواتي اللي بنخدم في كل مكان أسأل نفسي كله عايزة أقدمها إيه الهدف هل الهدف إن أنا جاي نهد علشان أفرد على الناس ويقولوا عندي معلومات وعندي لغات وعندي أنا آري وأنا فاهم وأنا عارف وإلا هدفي إن الناس تخلص لما بقى في الوعزة في القدس ما هدفي إن أنا أتمجد فعنين الناس وبقى بطل وأنا اللي بدافع الإيمان وأسد الأرثوكسية إيه كلام اللي مالوش لازم هذا الهدف هو خلاص النفوس هذا ما فعله الأباء بيجتمعوا يتناقشوا في إيمان خايفين لألا البدعة والهرتقة اللي تدخل تعطل خلاص الناس وعشان كده هناك قضايا كثيرة جدا قد تكون فرعية والناس مش منتبهة ليها وعايشة بتصلي وبتتناول وبتتنيح وتدخل السماء يجي يطلع واحد يقول لنا حاجة تخلي الناس ينتبهوا لقضية مالهاش لازمة وينشغلوا بيها وبطلوا صلاة وبتدوا يتخنقوا شغلش طال فلازم زي ما الأباء كانوا يقول لك سوتريولوجي يعني الناحية الخلاصية أهم عندهم من أي حاجة تانية وإحنا في الكنيسة الإبطية على وجه الخصوص يهمنا جدا البعض الرعوي أكتر من أي بعض آخر يعني إيه يعني لو في قضية لهوتية لما أنا بعرضها على الشعب هتسبب انشقاق وهتسبب بلبلة وهتسبب الناس تعثر لازم أراجع نفسي مليون مرة لأنني يهمني رعاية الشعب أكتر ما ألخمهم في قضية لهوتية تم ما فيه ناس يا سيدنا معلشي أتوقف عند النقطة دي لإني فيه كتير بسمع من الشباب وكتير من الناس بتقول تم لو أسناسيوس الرسولي كان موجود في الوقت ده مكانش هيفرق وكان هيقول الإيمان الأرتودوكسي السليم ومش هيفرق معاه إذا كان حد هيعترض حد مش هيعجبه أو يعني طبعا محدش فينا بيعترض على أن الإيمان يعلن وإحنا بنعمله دلوقتي لكن فيه فرق بين أن أنا بتوه الناس في متاهات فلسفية وأن أنا ببسط للناس علشان يفهموا الحاجة اللي تخلصهم الهدف في الكنيسة أن إحنا نخرج قدسين مش مخرج علماء أنا عارف أن فيه كنيس أخرى بتنفسنا في حكاية أنهم عندهم علماء إحنا عندنا قدسين إحنا عندنا الناس بسطاء في المعرفة لكنهم أغنياء في الإيمان ويمكن أنا استخدمت المثل ده كتير لكن الناس بيقولوا أنت بتاجر بدم الشهداء شبابنا البسيط الغلبان اللي كان شقيان عرقوا عشان يأكل أسرته وهما في ليبيا واستشهدوا والعالم كله شهد إزاي هما صمدوا والسيوف على رأبيهم دول مش علماء لهوت صحيح لكن دول لهوتيين دول ما أروش كتب دول ما كانوش يعرفوا لغة يونانية ولا لاتيني دول ما كانوش عارفين الفروق اللاهوتية بين التفسير الشرقي والغربي والمتاهة اللي بيدخلونا فيها صحيح لكن دول كانوا بيحبوا المسيح دول كانوا متمسكين بالإيمان البسيط فأنا نفسي بالرغم أننا نقعد ندرس لكن ما نتوهش عن الهدف الأساسي وهو خلاص النفس حتى موت السيد المسيح كان موت خلاصي على الصليب غير موت الشهداء اللي يفتك بتكلمنا المسيح هو المخلص جاي حتى التعليم بتاعه تعليم خلاصي فيبقى كل الأباء وهم بيعلموا تعليم خلاصي وبرضو بكرر دايماً أسأل نفسي ما هو الهدف من التعليم الكنسي يعني مثلاً إيه لو أنا بدرس في كلية الطب هسأل نفسي أنا إيه الهدف من أنا بدرس ذلك أنه طلع طبيب فاهم يعرف يعالج الناس كويس الهدف هو معالجة الناس كويس لكن لو أنا بدرس في كلية العلوم إيه هدف فيه عايز أطلع أحد العلماء اللي هيفكر لنا في نظرية جديدة ويعمل لنا حاجة جديدة طب لو أنا بدرس في كلية أصول اللغة العربية عايز أخلي اللي قدامي بقى فاهم اللغة العربية على أصولها ويجيب النصوص الأديمة من عصر الجاهلية ويقارن دي إيه الهدف بقى في الكنيسة إن أنا أطلع علماء لهوت من الشعب ماشي؟ لكن أنا مش عايز كده أنا عايز ظلع الدسين خلاص النفس نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس في الوسط بقى في بعض الناس بيستهويها إن هي تدرس الحاجات دي بس ما تبقاش عنيها زيغة عن خلاص نفسها ولذلك أنا بلاحظ هناك شباب كتير جدا يدرس لهوت بتقوى تقوى تلاقيه كده جميل ومتدع ولذيذ وحاضر في الكنيسة ومصلي وعني على السماء وليش دعب حد وممكن يكون صامت ننقش عشان يطلع منه معلومة يقولها بمنتهى الاتزان والتواضع ويقولها بروح المصالحة مش بروح الحرب وعلى النقيد واحد تاني يقرأ له كلمتين يطير ويقول بقى كلامي شتت الناس ويبلبلهم ويضايقهم فأنا نفسي روح الطقوى لا تفارقنا وإحنا بندرس أو بندرس ترجمة نانسي قنقر